شهدين نحييكم من جديد نقدم صناع فيلم حرام الجسد يثير جدلا شديدا تختلط فيه السياسة بالفن حتلاقي فيه العجز الجنسي يختلط مع العجز السياسي مع الخلل الأمني يعكس أوضاعا كثيرة حنقشها مع صناع الفيلم المنتج الكبير لأستاذ جابي خوري وأستاذ جابي أهلا بيك المخج الكبير لأستاذ خالد الحجر وأستاذ خالد أهلا بيك الفنانة ناهد السباعي بطلة الفيلم ناهد أهلا بيك وأحمد عبدالله محمود أحمد أهلا بيك أهلا بحردك أهلا بيك خليني أستاذ خالد أبدأ معاك في الفيلم على اعتبار أنه مجرد ما نشر بس الأفيش المصغر أو الصورة المتعلقة بالفيلم يعني وجدنا جدلا شديدا بالإضافة للعنوان حرام والجسد يعني البعض هيعتقد أن احنا أمام خلطة جنسية يعني هل دا كان هدفك من الفيلم أنك تأخذ الجنس يعني منحة واتجاها كتوليفة تجارية ولا لم يكن ذلك في الحسبان لا هو مش الجنس هو الرغبات الإنسانية والإحتياج الجنسي والذي الجسد بيفرض عليك شهواته فبتعمل أخطاء بس ما كنتش عاوز أخذ الفيلم في حتة جنسية لأنه الفيلم مفهوش مشاهد جنسية فجة أو صريحة يعني أنا عملت في الفيلم قبل كده مشاهد جنسية في كبهات مسرورية كان فيه أكتر دا لأن حتى هم في الأرياف وفلاحين فما كنتش أقدر أعمل جنس بالشكل اللي كنتم ممكن أعمله في المدينة مثلا لأنهم طريقهم عينة في البوس في الحضن إذا بينهم مع بعض وأنا مكنش عاوز الفيلم يتاخد في شكل جنسي هو اتاخد في شكل جنسي بس أنا مكنش عاوز دا مكنش دا في حسباني خالص مكنش دا في الحسبان بس الاختيار العنوان حرام الجسد دا كان اختيارك انت؟ اه هو هي دي المزرعة أنا كنت بشوف فلاحين بشار وفيها مزرعة بجد بتاعت واحد صديقي فقلت أنا عاوز أكتب حاجة عن الناس دي أكيد عندها غرائز وعندها حياة وعندها بيخون وبعض وكده فكتبت قصة قصيرة أنا بكتب قصة قصيرة واسمعها يعني كتبتها اسمعها حرام الجسد ما تنشرتش بس بعد أخي مسلسل اللي عمرته شمس قلت أنا عاوز أعمل فيلم فحاسيتني دي أنسب واحدة عشان الظروف اللي كانت أمنية أيام الثورة وهروبه فحاسيتني دي أنسب حاجة ممكن أرجع بيها بعد فيلم الشوق يعني وحرام الجسد كان من أول مكتوب يعني دا الاسم اللي أنا اختيار اه بس انت اخدت الاسم تجاري في كل الأحوال هو اسمي شد يعني كنت تقول له استاذ جايب الاسمي شد الناس تقولك يعني ايه يعني كانوا بيسألوا مورتين ايه حرام الجسد يعني يقولك طب هي بمعنى خطايا الجسد أو بالانجليزية موجودة في الانجيل انه الجسد بيخطئ فيه العقل والروح والجسد فالجسد عنده خطايا عنده رغباته اه اللي ممكن تصيب او تخطئ بالزبط يعني اه استاذ جابي هو الجنس لسه بيبيع دا التعبير دا نستخدم مع المنتج واستخدم كمان في الصحافة يعني احيانا نحن في الصحافة فكانت بعض يستخدم العنوين اللي فيها الجنس يقولك عشان ابيع بيها يعني هل الجنس بيبيع في السينما دلوقتي بعد تنامي الانترنت والثورة التكنولوجية دا المواطن ممكن يدخل على اي حاجة دلوقتي انا بتهيالي لا يعني بشكل عام كده بالمطلق لا مش هو دا اللي المشاهد عايزه دلوقتي لانا زي ما حضرتك قلت دا موجود على الانترنت او موجود في قنوات كتير فضائية تلفزيونية فبالتالي هو الجنس موجود فيه انت المشاهد هو عايز فيلم يعني يصدق الحاجات اللي هو شايفها على الشاشة يعني يتعاطف مع الابطال او يتواصل معهم يعني لازم القصة والحبكة والكلام دا كله يأثر فيه انما انت كجنس كده بشكل فج كده انا لا ما اظنش المشاهد دلوقتي حيجري وراء حاجة زي دي وانا كنت اختلفت شوية مع خالد على الاسم على الاسم؟ على الاسم في الاول ما كنتش عايز حرام الجسد؟ لا اتناقشنا معا لانو انا خفت انو الناس تاخد منحة اللي حضرتك قلت عليه انو احنا بنعمل فيلم جنسي عشان نبيع انا انا فكرت في اسم المزرعة فكرت في اسم فاطمة اللي هي بطلة المسلسل يعني فكرت في كذا حاجة حقيقة بحيث تبعد الزهن عن التفكير في انك مقدم له تحبيش جنسية او توديف جنسية بالضبط لانو انا شايف القصة اعمق من قدر بكتير يعني احنا بنتكلم عليه فما كنتش عايز العملية تبقى تتاخد كأنها هي تصطيح لحاجة معينة انما هو خالد كان شايف دا من زمان وفي الاخر اتفقنا على الاسم دا طيب ناهد لما جالك الضور ما خفتيش من انت عارف الوقتي في المجتمع بيسود فيه معيار النقد الاخلاقي والحديث عن الاسفاف في افلامنا ومسلسلاتنا والحق وشوفوا وبيوتنا ازاي نحميها من ازيل المشاهد ما خفتيش اول ما جالك الضور؟ لا هو طبيعي انا اي دور بيجيلي بخاف بس انا ما بعملش اسفاف ما بعملش حاجة والفيلم الناس لو دخلتوا تلاقي مفوش حاجة يعني هي كلها زي ما اسز بيقول هي خطايا الجسد والفيلم كله معمول بطريقة انا من وجهة نظري انه التصنيف العمري للفيلم علشان المشاهد التانية اللي هو القتل او الفينالة لكن ما كانش علشان ده اسأل عن التصنيف العمر للكبار فقط فاقدي حاجة لكن بس الخوف طبيعي اي فيلم بيجيلي او اي عمل بيجيلي ببقى خايفة طبعا اه لأ خاصة انا انا قرأت لك تصريحة بتقول ان فيه خمس ممثلات اعتذرنا عن الدور فعلا لا هو حصل يعني الصحفية اللي كلمتها في ده نقلته غلط هو حصل بعد يما حرية اعتذرت انا كلمت ممثلات اصدقاء اه الطبيعة الدور كده في بوس فكان بقول لأ في بوس مش هنبوس في بوس مش هنبوس ويعني ناس قلت لهم خلاص يعني انا بحترم الممثل بس ما حصلش انه راح لهم السيناريو ما حصلش انه مقارو مفيش يعني دي مكلمات تليفون من غير ما اعرف حتى الموضوع ايه كنت قللهم الموضوع كذا وكذا كذا بس فيه ما انت لازم قبل ما ابعت الممثلة سيناريو كده اقول لها في مشاهد في بوس في حال بتعمل كده في ممثلات بيقولك لأ من اول يعني انا ما بعملش ده ده كتير واحنا بده اعمل صناعة انا بتهيلي امش صناعة صناعة يعني مش مش زي يعني انا ما عرفش بتهيلي انا انا جالي سكريبت فهقرا بعد كده هفكر انا هعمل ايه واكيد انا وستسخيض قعدنا واتكللنا في الحاجات دي يعني واتفقنا ازاي هتتعاملوا ازاي الحاجات دي كلها هتتنفذ يعني وما كانش فيها مشاكل يعني ما كانش فيه ما فيش حاجة عملتلك صدمة يعني او قلت لأ بلاش دي او نقللها شوية حصل يا سلام اه لا انا 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 واضح انه حصل بس انت مش عايزة تقول لا انا قلت الماهد يعني طبعا ممكنش شافة الساعات فيما شاد تقول لي هو بس كده قال لأ اه بس انا قلت لها ما تقلقيش انا مش خليك تعملي حاجة انت مش عاوزها وده مبدأي مع اي ممثل لاني انا ام يعني بستحرم ده انه انه اطلب الممثل يعمل حاجة مش عاوز اه انك تضعوا في في ضغوط الشغل وتخليه بقى يعني ايه هنا اجبر خلاص ما هو في تحت ضغوط الشغل مش هنفع يقول لا يعني اه واشخد بقى واعمل ووقف التصوير والشكل المنتج لا انا يعني اتفقنا على حاجة انت تقدر تعملي ايه فكاية انا بتقول انا اقدر اعمل كده وما اقدرش اعمل كده ممكن اعمل اوصل لده بس ده لأ وبرده والرجالة برضه ماشي يعني مانا لسه ده ما تشوف بس انت انا اسماء لقيت لك كمان قلت ان في واحدة قالت لك انها هتطلق من جوزة وهتطلق من جوزة لو خدت اه ده فعلا حصل ده كلام يعني ده كلام ده ده حصل وانا قلت لها لا الجواز ابقالك اه اخد الجواز بلاش الفين بس ده حصل قبل اما الستاذ جابي اه طب شفت التحذية انا واحدة فنانة زميلة ليك قالتلو انا لو عملت الفيلم ده هتطلق من جوزي وما يما ينفعش اه 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 انا هقول له عدرتك حاجة يا شافت الفيلم بعد ما اتعمل وندمنت انه ما عملتوش ده ما فيوش حاجة الفيلم هل ينفع ان اقول ما اصلاح مسألة مش سرية لا ما اظنش يعني بس هي في الاخر قالت انا كان ممكن اعمل الفيلم ده ما كانش فيه مشكلة هي موجود علي يوتيوب فضول اتقال يعني اتقالت انا هي صرحت نرمين ماهر هي صرحت اه نرمين ماهر هي صرحت واحنا قبل بعد التصوير انك اتقالت انا بعد ما اتجوزت بقيت اناق ادواري وتعرض علي واستاذ خالد صديقي بس انا قلت له ما اقدرش اعمل الده ده انت كده مغامرة بقى انت كده لا هو كتير كمان كان بيتقال ان حرية رفضت في نص الفيلم واعتذرت لانه اكتشفت انه الفيلم فيه مشاهد ما تنفعش تعمل وده مش حقيق حرية انت كنت وضحت انها مشاكل انتاجية يعني او خلافة ربما على الفلوس يعني لا في الوقت هو مشكلة كان في الوقت مش عايزين لا فرص لا هي حقيقا هي كانت معنا متعاونة الى ابعد الحدود لانه احنا في دوران شبرة مع خالد ادناها دور مهم جدا لحرية فهي قالت معك انت اجت حياتا ومضت على بياض هي ماتكلمتش في الفلوس خالص وقالت انا مستعدة اللي انتو عايزينه انا هعمله هي بس المشكلة اللي حصلت انه هي كانت لسه مخلصة مسلسل سحرة الجنوب وكانت جسديا تعبانة جدا طيب احنا صورنا يوم وبعد كده قلنا لا مش هينفع لانه المجهود الجسدي هي مش هتقدر تعمله في الفيلم ده والدكتور قريبا محتاجة شهرين تستريع يعني هو ده المظبوط اللي حصل مفيش ولا مشاكل انتاجية ست كانت متعاونة معانا الى ابعد الحدود طيب خلينا نشوف كده مزجلينا انا ما اسمهالكو بس مهم مش هنعمل ده على الهوة واحد واثنين مع بعض لان نشوف يعني اول مشاهد من الفيلم ونكمل التعليق عليه اوه 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 حسن فيه مزاجين هالو تمسجون لو اي حد قرب المزرعة تخل اوه اوت لها اوه الريط أحبك يا حتى نوعى تضرب نار علي إيه اللي هيجيبه دي لك؟ جربي علي تعريبتي يا علي؟ تعريبتي للسجن يا علي؟ عليك يا علي تعريبتي يا علي تعبين يا ابن عمي تعريبتي يا علي كل رد علي تعريبتي أربع عربيات ملينة الجلمة للتمين والكل معاهم سلاح حسن فرقوا باب السجن وقتروا الحراسة خدوا اللي هما جاينا عشانهم ولو اللي عايز يهربيهم ما روحتش البلد ليه؟ ما هناك أولى بيه ما انتو كل أهل يا فاطن بعدين احنا ما بقلناش حد في البلد وأنا لو روحت البلد ما هيقتنون ايوا علي بساخ انت رسا جاي للقوليس بيدور عليك يعني مسيروا يجيبك هيجيبك وبصراحة المزرعة دي مزرعة رجل محترم ماينفع شجاعة فيها واحد هربان بالسجن ما حدش هدور عليها حسن البلد خربانة ما حشتين يا فاطنة ما حشتين يا بيت شكرا نسي بالخير يا فاطمة طيب نايد قبل قبل ما اسأل أحمد حتى لما عرض عليك الضور في البداية كان الورق معمول فيه العشيق هو شقيق الزوج يعني هندخل هنا في زينا المحارم لا أنا ما كنتش قريت لما كان إخوات كنت قريت لما كان ولد عام بس أنا في الأول في الآخر أنا ما بفهمش في الحتة دي قوي في ما أدرش أتكلم فيها بس هم منعوا قالوا الأستاذ ممنوع يبقى هم تتخوات هذا من أول خالص بس الركابة هنا لأنك أنت كنت عامل أحمد عبدالله محمود هناك أنه هيبقى أخو الزوج يعني هندخل في زينا المحارم بتدخل بقى في منطقة أستاذ خالد تثير استفزازا كبيرا يعني بالضبط أنا أما قالولي لأ يعني الركابة قالتلي ده هيبقى هيدخل في زينا المحارم وكده فانقولت لا ده مش الموضوع بتاعي فأنا مش هيرتلهم الحل إيه قالولي ابن عمه وبنخلته وارتلهم طب خلاص لأن أنا ما كنتش عاوز أخذ الفيلم في الاتجاه ده إنك أنت عايز تدخل في منطقة ممنوعات ومحظورات عشان بالضبط مش هي ده قضيتك في الفيلم بالضبط مش هي ده قضيتك خالص لكن لو هي قضيتك لو أنت بتعمل فيلم عن زينا المحارم حتى تتمسك هعمله ودفع عنه وأحارب لو أنت ما عمله لكن مش ده كان القضية خالص وأنا ما كنتش يعني معني أبوي أزهاري ما كنتش عارف إن ده زينا محارم بأمانة الأخ أنا أقول يا سسخة تتربت فوق رفا كتير بقى فانسيت فانسيت ولا إيه فانسيت الأخ مع الزوجة يبقى مش زينا محارم فات اه تعلمت بقى فورتلهم لا ده مش الموضوع خالص حتى أنا قلت أنا فاكر قلت اللي قال لي قلت له ده زينا محارم قال لي قلت له أنا أنا مش عاوز الجزئية دي وغيرناها بالتليفون يعني قلت له أستاذ جابي أنا على فكرة أنا خلته ابن عم وقال له أوكي بس ده والموضوع خلص في نفس الوقت اتصرف بقى هو من الرقابة فالدنيا بس انت وفيته أستاذ جابي في الأول على العشيق يكون أخو الزوج فندخل في زينا المحارم أنا كمان ما كنتش فاهم بقى يعني ده أبو أزهاري وما فيش فاهم ده يا جماعة هاتوا كتاب زينا المحارم أو هاتوا المحارم لا حقيقة أصلا ده مش الموضوع كان يعني أنا ما كانش موضوعنا خالص يعني فإذا الأزهاري ما فيمش أنا اللي حدها أو إنت ما قلتش ده حيكسبنا كتير حيدخل في منطقة ممنوعات ومحظورات فا لا حقيقة أنا 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 كان همي في الفيلم ده إن احنا عندنا أربع شخصيات في مكان واحد الفكر كان بتاعي أنا إزاي احنا هنشد المشاهد يشوف أربع شخصيات لمدة ساعتين في هذا المكان ما غير ما يزق ده كان التفكير أنا عايز لسه كنت أتكلم عن ثبات المكان أنت بتشوف مكان واحد ده اللي كان التفكير الأساسي بتاعي الحاجات التانية حقيقة ما كنتش يعني وعيلها قوي كان التفكيري كله الأحداث اللي هتحصل هل أنا هبقى متسلي وأنا بشوف المشاهد حايزة يعني ده اللي كان قاعد في دماغي كل الوقت وعز أعرف مع خالد هيعمل إيه والأحداث هتمشي إزاي والحاجات دي كلها يعني ده كان همي حقيقة أكتر من أي حاجة تانية طيب قبل بس أحمد ناهد أنت هنا امرأة يتصار عليها ثلاثة رجال وبالتالي يعني طول مشاهد الفيلم هي شخصيتك محورها الأساسي هو الهاجس الجنسي أو المشكلة الجنسية ده كمان وأنت بتعملي الدور ما يعني بتقول أنا هعمله بشكل أولا لازم تقتنع بالورق يعني تقول هعمله هعمله أعمله أولا لازم تقتنع بالصياق اللي مكتوب في الورق وتقتنع به بالشخصية أهو إحنا كانت ثلاثة ربع من قراشاتنا كنا خلاصنا ده في قعدة أنا وأستاذ قعدة واحدة بس وبعد كده ثلاثة ربع الكلام اللي كانوا إحنا في اللوكيشن كان بيبقى على الشخصية وعلى الدور وعليها وعلاقتها بالناس اللي حواليها ما أعتقدش إن إحنا وإحنا بنصور تكلمنا في الموضوع ده بس إحنا كنا تكلمنا فيه مرة واحدة بس في المكتب وأنا أصنع أنا بشتغل ممثلة وأنا بصراحة يعني من وجهة نظري إحنا في 2016 منفعش أبقى سايبة كل حاجة بتتعمل في الفيلم وكل حاجة بينقشها الفيلم وأمسك في إنه هي لبست إيه هنا هي عملت إيه هنا هي راحت فيني فبقى الموضوع قدامنا ما بيتكلمش غير على ده وأنا شايفة إن ده غلط ده مش صح لازم يبقى عندنا بقى نقد بنوع مختلف للأفلام دلوقتي فاطمة كانت تعرض لقهر معين قهر نفسي جنسي أيا كان القهر اللي كان بتتعرض له فأنا كنت بس اللي مديني إنه كان النقاد أو كان الناس وكان ناس كمان مفروض كنت متخيلة إنه هم هيبقى رؤيهم مختلف هم بس موضوع ده اللي بيكلموا فيه فده دي كانت حاجة بس يعني ما كنتش عجباني إنه الفيلم بيكلم عن حاجات كتير جدا يعني ما حدش شاف أدائك واحنا هنشوف نسه ما شاهد فيها أنت الأداء عالي جدا يعني ما حدش تكلم عن أدائك قد ما الكلام عن الشخصية اللي مشكلتها الجنس طول الوقت بالضبط وده مش حقيقي يعني ده مش ده اللي كان بيتناولوا الفيلم تماماً إنه إيه ده دول مش عارف كم بوسها ولا كم مش عارف إيه احنا ما عملاش ده أصلاً يعني بس كلاًعيا ده إحنا معملاش ده إحنا حقيقي ما عملاش ده هو إحنا بنعمل صناعة وهادي الحرفية إنه ما يبقاش فيه الانتباع اللي عند النسية بس ده ما حصلش هم نتكلم في قضية تانية خالص بنتكلم عن علاقة فاطمة بحبيبها علاقة فاطمة بجوزها علاقة فاطمة بالراجل اللي بتشتغل عنده علاقة فاطمة بالحياة كلها الناس اللي حواليها فأنا بس دي كانت الجزء إيه إنه إحنا لو إحنا نفسنا نبقى عندنا أفلام قوية وعالمية وكده يعني لازم نبطل نفكر هما كانوا عملوا إيه ولا هي لبسة إيه يعني منشط مثلا قريته من الحاجات اللي استفزتني جدا ثلاث أفلام لثلاث مخرجين مهمين جدا وأفلام مهمة وهو أخدت جوائز وبيقولك المنشط قبلات منا وقبلت منا ميوهنة جسد ناهد السباعي يتصرع عنا على الإرادات ده جد يعني فيلم الأستاذ هالة خليل وفيلم الأستاذ محمد خانف يعني الشباك داخل على جسد ناهد السباعي فاتح لا يعني ما أقول لسه كنا بنتكلم يا ما الجنس ما بيبعش حتى إحنا في الصحافة زمان في التسعينيات كان ممكن صورة مثيرة لبعض يعتقد أنها ما كانش بقى فيه للإنترنت ولا خلاص يعني الجنس إنما المضمون يعني انتي بتقول تاهتموا بالمضمون اللي أنا بقدمه بعدين أنا الناس تتفرج على الفيلم وأنا هتقبل النواق ده جدا أنا بتشتم حضرتك من قبل فيلم بكتير يعني من مجرد الصورة اللي نزلت لحيطك من مجرد ما قال إن أنا عامل فيلم يعني أنا بتشتم في أنه حرام الجسد دوناتس باعت عمله وكان فيه ممثلة اعتذرت لمجرد الفيلم ساخن أو الكلام ده مش حقيقي خالص بس أنا خلاص ما بقيتش بعمل حاجة من غير ما تشتم خط حصمت خلاص يعني تمام قبل بقى ما هتكلم لسه في المدلول السياسي أحمد عبدالله محمود أيضا كان يعني مفاجئة بس أنا عايزة قبل أحمد إن تخترت أحمد تحديدا لأنه ربما يتفق الجميع لأن اختيار الممثلين للشخصيات كان دقيقا يعني اختيار أحمد تحديدا في هذا الدور أنت اللي اختار أه كان نرمين ماهر برضو أما قارت قالت لي فيه ده قبل ما مشروع يروح لأستاذ جابي يعني قالت لي معانا أحمد ده كويس أو فيه مواصفات عليه فأتقاب نتقابل بكرة فأتقابلنا في مينا هاوس وهو دخل علي شفت فيه شخصية عادنا نتكلم شوية حاسيت فيه الحتة اللي أنا كنت عاوزها في الشخصية اللي هي فطرية شوية أنه وش ممكن يبقى طفولي بس يبقى عنيف أنه شخصية فطرية وجاية من أرض وأنا كنت عاوز شخصية علي تبقى كده ما تبقاش ما زي مراد مثلا ما بتجهز كل حاجة لأ ده واحد بيتعامل بإحساسه إحساسه دلوقتي قال له يموت ابن عمه بموته عشان حبيبته فلاقيت ده في أحمد موجود واشتغلنا على الدور كتير يعني بس ما شفت حد تاني يعني أنا روحت الأستاذ جابي قال لي مين قلت له أحمد وده اللي شايفه يعني كنت فعلا شايف أحمد في الدور مش حد تاني وكان يبقى صعب أن يبقى حد تاني طيب خلونا نشوف مشهد تاني ونسأل بقى أحمد عن الدور نشوف المشهد الثلاث وده جماعة هتشوفه يعني حتى قضية الهاجس الجنسي أو المشاكل الجنسية المتعلقة بالفيلم يعني هي مشاكل موجودة في المجتمع ولم تقدم بابتزال لكن كمان هنشوف هل تعكس مدلولا سياسيا خلطة الفيلم كلها نشوف أولا المشهد يا فاطمة ما تروح يخدي الفراخ والبيض وحطوهم في العربية عند البش مهندس عشان هيخدهم هو ماشي حاضر هو مش ساعدتك باشا كنت قلتلي إنك هتجب لي حاجة حاجة ايه؟ بروشام آه إن شاء الله ما رجعي أحضر بروشام 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 lynت نصري سيحด هي يا فاط Faculty هي م�ル خهر أنا بييني نعيز محاس أنا أستخدام شكا ما خشي نام مش هتحصدني أصلك طم تهواش تصبح على خير تأخرش سحاف جايك كبير تحقق 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 ليُقت نصح نفسOSS بصدق يا فاطمة مستحبالي مني يا ابته هيَ بالله العظيمة extent ماعليش كله بيت ربينا بحين ومشieurs باشماعندس قال teknوا هيجيبلك عاجل تساعدك باقندس في ايه ولا في إيه كله بإيد ربنا يدعي له وربنا إن شاء الله يفرقها قول يا رب قول يا ربه يخذني يريح يريح فتولش كيدا استغفر ربنا حراق الله العظيم يا ربه كله طيب أحمد وطبع احنا هنشوف العلاقة بين العجز الجنسي والعجز السياسي بس أحمد هنا الدور انت أول لما شفت الورق شفته شقيق الزوج زينة محارم ولا شفته بعد كده بعد التعديل لا أنا حاضر من الأول خالص من بداية يعني أنت داخل على إنه دا الزوج أو كان خوف فالحمد هنا نهاية بقت كده قالقتش إنه تدخل في البنطقة دي في لا طبعا قالقت جدا أنا جيت كنت قلقا بس هي الحكاية كلها أنا طول الوقت الأستاذ مش الدكتاتور يعني بيتناقش بيتكلم كتير بيتناقشوا فلما تكلمنا في موضوع زينة محارم حكايت خصوصا أنه لما حصل موضوع الرقابة فقلت له أنا بصراحة كنت مرعوب من الموضوع ده فكنت مش عارف الناس حتشوفه إزاي يعني عالي دلوقتي في مشهد تحب وتتعاطف معاه وتحسه طفل وتحسه بريء وتحسه حاجات كتير والمشهد اللي بعده على طول أنت خايف منه ده قاتل ده يعني ده عنيف جدا ده يعني ما عندوش ما عندوش أي قيود أو أي يعني أي نوع من أنواع السيطرة على مشاعره أو حسيسه أو فده كان مستفز بالنسبة لي تمثليا يعني خلاني أحاول أحل أي مشكلة موجودة تواجهني أنا في خوف كممثل يعني عشان الشخصية كانت حلوة قوي أحمد أنت شارب من والدك الأستاذ عبدالله محمود الله يرحمه الفنان الكبير يا رب نبقى رصه بس إن شاء الله كان بيعلمك التمثيل وأنت صغير؟ أو بحلدك في يعني؟ أنا عبدالله محمود بالنسبة لي الأب والأخ والصديق وكل حاجة في الدنيا يعني في كل حاجة بقى عندما شايد جاء يا جماعة عبدالله محمود نشوفها وإحنا بنسمع أحمد أطفال في حتة إن أنا كمان لأن أنا كنت بروح معامل وأنا طفل يعني في كل حتة عنده مسرح عنده بروفات كواليس عنده واتفر أنا بحبك وأنا بحاك فكان ده بالنسبة لي أنا في عالم غريب جدا مش فاهم أي حاجة هو كان بيشوفني أنا عايزة روح فين يعني حتشد أكتر للكاميرات والإضاءة والحاجات دي ولا حتشد أكتر للديكور ولا حتشد أكتر إن أنا أبقى بتفرج على أداء الممثل هو عايزة أعرف أحمد عايزة روح فين كان فده اللي كان ده اللي وجهني أكتر من زمان يعني إن أنا حسيت إن أنا لأ أنا بحب أبقى قدام الكاميرا بحسها يعني البنت بتاعتي عايزة على طول معجبة بيها فهي دي الحكاة هنا حكام معاك بسرس جابي ما بتخافش شوية تقول أنا عايز أسماء ولا ده ما بقاش موي يعني أحمد يعني في بدايات يعني في ممكن تقول أما أجيب نجم بيبيع ولا ده مش في بقى زينك تقول لا أجيب الممثل الكويس اللي يصلح للدور هو بكل تأكيد أنا أفضل للممثل الكويس اللي يصلح للدور أه والمشروع كله ده كان مبني على كده إن إحنا عايزين نجيب الممثلين اللي هي تصلح لهذه الأدوار أكتر من تفكير في أي حاجة إن أنا عايزين نجم ريحني والجمهور يدخل علشاني وأنا وأحمد نجم يا إن شاء الله يعني بدايات النجومية يعني لأنه الجو كله بتاع الفيلم ده كان جو في حب مفيش نفسنا خالص كان جو بسيط اشتغلنا بشكل مرتاح جدا كلنا كنا حابين نعمل هذا العمل فأنا مع خالد كنا متفقين إن إحنا عايزين نمشي بالطريقة دي الفيلم ده يعني ممنوعة الكارفانات ممنوعة إن نجيب مساعدين للممثلين لبيسة لبيسة مش عارف إيه إحنا هنأكل كلنا نفس الأكل هنقض على نفس الترابيزة الحاجات دي كلها في قوضة أو قطتين بنغير فيهم بنرتاح فيهم يعني الناس تعيش كأسرة واحدة بالزبط فده كان هو ده الهدف وبعدين أحمد يعني حية هو لما خالد قال لي أنا شفت أحمد في الدور وإن هو ابن عبدالله محمود ده كمان كان حافز لي أكتر إنه أشتغل معايا يعني لأن احنا خالي اشتغل كتير مع عبدالله محمود في أفلام كتير وكده فأنا قلت لأ يعني في حاجة كده زقتني أكتر إنه أوافق بسرعة على الدور على اختيار طيب وأحمد طبعا يعني همزك بس سؤال الفات التاني الفيلم في الجنس القتل الخيانة الممثل هل يخاف شوية أن الصورة السلبية تتصدر أو أن الناس تكره الشخصية مع أنه أنت كان عندك الصحب قبلها يعني أه هي دي يعني ده مبرر إلى حد ما وبعدين نهاية كل شخصية يعني عملت خطيئة كانت يعني سيئة أعتقد أن كل واحد خد جزاء أو يعني في الآخر أحنا يعني أنا ببقى بعمل شخصية بتطرح مشكلة مش لازم أحملها بس لازم أبين أن في المشكلة دي مثلا دي بتحصل فعلا حقيقي وده نهاية الناس دي اللي عملوا كده يعني مش بحبب الناس أو مش ببقى شايف أن أنا حبب حدث خيانا وأدواتك هنا طبعا البنيان الجسدي واللي هو انت هنا لا يعني في عطيفة بس كمان بالنسبة للزوجة المكهورة يعني فانت رمز كمان للفحولة يعني يعني كنت بقول للأستيس خالدة أم أريد لا مصف أمي كسهو هو أنا بحس علي طفل في جسد بني آدم كبير طفل في جسد بني آدم كبير هو طفل يا جماعة أنه فعلا لما هتشوفه المشهد هو آآ علي بيحبها يعني توليفة عجلة ولكن هي اتجوزت لما دخلت انت السجن وقتلت عشانها ودخلت السجن وهربت من السجن في باورة 25 يناير ولما رجعت تاني فلقيتها تزوجت ابن عمك ابن عمه المربي كمان ابن عمه المربي فهي دي الحيرة اللي فيها ابن عمه المربي وبن عمه اللي فتح له الباب واللي أنقاذه يعني ووجد له مقوى وملازن يعني بعد السجن وبعد كده فمت هو بحبه فعلا على فكرة يعني حداك شوفت الفيلم فهو بحبه فعلا هو مش مش يعني عمره مفكر أنه ممكن يخلص من ابن عمه ده بس هي لحظة عدم موجود قيود اللي الأستاذ خالد كان عايز يبينها سوابها إنسان أو سوابها مجتمع مفيش قيودي مفيش أي حاجة في الدنيا مفيش أي قيم مفيش أي حاجة يعني ما عندوش هو بياخد الأكشن وبعدين يفكر يندم زي ما عمل الخطيئة أول مرة بعد كده أنا نحس حسن أنا كل ما حب حد أو يحبني بيتأذي فالولد جنني يعني عالي ده كان بالنسبة لي مشاعر كتير متخبطة في بعض فبقيت مخدوض وفي نفس الوقت كان لأ يعني ده فيلم بالقيمة دي مع شركة إنتاج بالقيمة دي مع مخرج بالقيمة دي فما يعني ما كنتش أقدر أقول أي لأ في الدنيا طيب نشوف من مشاهد الفيلم ونكمل بقى نشوف هل كان فيه تعمد للمدلول السياسي يعني ليه بدأ الفيلم بهروب المساجين من السجون في ثورة 25 يناير وليه كمان مشهد القتل كان متزمنا مع تنحي مبارك هل فيه مدلول سياسي عاوز يوصله المؤلف والمخرج نشوف هاخد اللي بعد كده فضل اتجوزت ابن عمي لها فضل اتجوزت عشان اللي بحبه دخل السجل قتل كنت عاوزني يعمل ايه؟ هستنان 25 ثانيه انا يعني قتلت واتسجنت عشان مين؟ مش عشان كنت بحميك ايه؟ انت اللي قلتلك احمين من غفير مطوح وانو كان بيعكسك في الراحة وفي الجاية قتلت عشانك يا فاطمة قلتلك اتكلم معاه اضرابه اعمل اي حاجة بس مش تقتيله دول 25 ثانيه ايه شهر ولا شهر ايه؟ ايه؟ اتجوز ابن عم يا فاطمة ابن عم ايه؟ قريتهم كانش هنقوني ولا هتعذبتش العذاب اللي عشته لبا كنت بتخيلك معها بيت الجسم كان بيتحرق كنت بخبط دماغي في حتى انا السجن كل الليلة لحد ما تنزل دمي فاطمة انت ملك يا بيت منو احنا عيال وانت ملكي ودلوقت انت ملكي انا مش ملكك انا ملكي حاسد انا ملك ابن عمد ما بتحبهوش بس بارده اتجوزتيه بس ما بتحبهوش لما كنت ملمس جسمك ابت ما بمص شفايفك كنت متأكد انك عمرك ما هتحب ناجل تاني غيري طيب قبل مسأل ملوسيات ناهد بتزعل ان البعض احيان يعني ما يشوفش اللي هو التأثيرات النفسية اللي عليك اللي انت بتطلعيها في الأداء ويركز قوي على انه المشاهد كان فيها يعني شجاعة وجرء يعني هنا شايف انت انك خدت عمكة شخصية بتأثيراتها النفسية زوجة كانت بتحب شابا دخل السجن اتجوزت عانت من مشاكل نفسية ومشاكل معاشية وجنسية يعني ولما بيعود اليها الحبيب من تاني هو ملاحق بالسجن يعني وهذا التشتت فانت بتطلعيه في هذه الحيرة يعني بتطلعيه دخلت في عمكة شخصية وبتتدايق ان البعض تاني بيحصرك في انه الفيلم فيه جنس طبيعي يعني وده طبيعي انه يحصل او انا كنت متوقع انه هيحصل يعني بس في الاول في الاخر الفيصل الوحيد هو الفيلم انه الحاجة اللي انا هقبل النقاش عليها الفيلم وفي الاول وفي الاخر انا حقيقي مش عاملة حاجة يعني وانا اللي كان يهمني الموضوع ايه وهو انا مش يعني انا ما تعودتش قبل كده ان انا في اي فيلم عملته كان دون المستوى بتهيالي ان انا ما عملتش ده فمش هعمله يعني وانا بصراحة كنت انا بحب الفيلم ده جدا بحب فاطمة جدا وشايف انه فاطمة بتمثل مش قصدي بتمثل حد معين او بس بس هي روح هي جسد هي بني قدمة دي دي مشاعرها بس ما خفتش ان فاطمة اه كل ما بتيجي تفلت من الحرام بتفشل يعني حتسقط بعد كده كمان من الحرام جديد يعني بس هي كتير كانت بتقوله الاول لا كانت بتمنع كتير كانت بترفض كتير ما كانتش على طول معين على طول الخط بالعكس وحتى استاذ خالد قال انه هي بتقول حرام كتير طول الفيلم انا من وجهة نظري انه عامل كبير في حاجات اللي حصل في الفيلم الجهل برضو الجهل طبعا اه لانه دل 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 الناس ما بتفكرش ما يعني ما ما عندهاش اه ثقافة معينة هما ده حرام ده حلال بس اه اه يعني انا ما اعتقدش ان هي كانت اه فاطمة في الفيلم عارفة ده زينا ما حلم وراء مثلا اه اه هي عارفة ان ده حرام بس نقطة من اول السؤال بس اه فاطمة البسيطة في الفيلم حتى فبتهيلي هو الموضوع كده فانا انا 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 حبيت فاطمة جدا وتعملت معاها لانه دور متعملتش معاها احنا بنعمل ايه بنعمل كم اه بوس في الفيلم ان احنا ما عملناش كمان يعني فاودي حاجة حاجة تانية انه وداك احنا ما عملناش فاطمة اه طبعا ما فيش بس كينك بتدافع عن نفسك يعني احنا انا ما عملتش حاجة بيه وكيني بدافع عن ده بس وده دي اكتر حاجة بدايقاني انه انا لما بيتقال علاية موصلة جريئة والله ما بدأ بالعكس انا ببسط جدا لانو الجرقة مش بس جرقة ادوار مشاهد كده لأ الجرقة كانت في حاجات بقدمها مش لازم يبقى الموضوع جراءة جنسية يعني. اه بس انا بخد باخد الموضوع من 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 طريق تفكير تانية. انه انا بمثل انا بعمل دور انا دي شغلتي اه وببزل مجهود ان انا اعملها كويس. اه الناس تنتقد انا معيهم جدا في اي نقد بينتقدوه. اه بس مش مع حاجات تانية كتير. يعني مش مع يعني مسلا فيش تيمة زيادة. ليه? اه يعني بس. لا اللي كان مدايقني كمان اكتر انه كان فيه ناس بتانقد الفيلم قبل ما تتفرج اصلا. من مجرد فعلا الصورة اللي حالك قلت عليها اول ما نزلت لقيت حاجات كتير غريبة جدا. وده الفيلم ده بيتكلم عن كزا وده كزا وده كزا. انا لقيت حد جايب للصورة شفت. اه. شفت ايه? شفت. ده. صورة بس. في الاعداء ده. اه. في كما باب مستفز يعني اللي هو طب اتفرج اه اقدر ان فيه ناس تقبط عاملة قيمة عاملة شغل عاملة مجهود عاملة واتفر هتسمي ايه. بس اه نتفرج على الحاجة وبعدين بعدين يبقى فيه نقد. بس. طيب. ده كنت بقول. حطلع فاصل بعدها حدخل في الاساس سيلا يعني بعد اتناقش مع ناس شفت الفيلم الزاي. هل انت اه فيه. عندك موقف من من ثورة 25 يناير زي ما بيتضح في بعض الجمل اتنين اه. العجز الجنسي بتخلطه بالعجز السياسي. تلاتة في واحد قال لي مثلا انه الاغتصاب ده او مشهد زكي فطين عبدالوهاب لما بيجوزهم وبعد كده هو بيمتلكها. انه ده تعبير عن من من اختطف يعني من اختطف الفورة. كل واحد بيشوفها بعين يعني. اه. وفي مدلول سياسي في الفيلم ولا مفيش. هسألك في ده. وحنكمل معاكو في فيلم حرام الجسد. فيلم مهم جدا يثير جدلا. هنتابع معاكو بعض التفاصيل الملابسات. الاسئلة المهمة. وايضا بعض المشاهد. هنحرق عليهم الفيلم ان شاء الله. ان شاء الله.